لدى تلقي سموه تانئة جمعية سيدات العمال البحرينية بمناسبة منح سموه الجائزة الذهبية للاتحاد الدولي لسيدات العمال والمهنيات شدد صاحب السمو الملكية لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزارة الموقر شدد على أن الحكومة مستمرة بكل عزم وإرادة في مسيرة التنمية والتطوير من أجل حاضر ومستقبل أفضل للبحرين وشعبها سموه أكد أن الحكومة قطعت أشواطا في تمكين المرأة البحرينية وتأهيلها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تتعدى الحيز المحلي إلى الإقليمي والعالمي لافتا سموه إلى أن البحرينية أثبتت بجدارة قدرتها على أن تكون شريكا فاعلا في التنمية التي حرصت الحكومة أن يكون إعلاء صروحها بالشركة بين جميع مكونات الشعب جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصة الأقضبية صباح اليوم لمجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية برئاسة سيد أحلام جناحي حيث رفعوا إلى سموه رسالة تهنئة بمناسبة منح سموه الجائزة الذهبية للاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات التي تعتبر الأولى على مستوى تاريخ الاتحاد التي يتم منحها لرجل من قادة التغيير وذلك تقديرا لإنجازات سموه العريقة التي طالت مختلف الميادين وكافة الأصعيدة التنموية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المرأة أثبتت نجاحها في الحياة التجارية والاقتصادية وسجلت قصصا تستحق أن تكون مثالا يحتذى للمؤسسات التي تهتم بالمرأة عالميا لافتا سموه إلى حرص الحكومة على تهيئة الأجواء المشجعة التي تحفز المرأة على قيادة دفة العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المملكة ودعا سموه إلى الاستمرار بالعمل بخطا ثابتة باتجاه تركيز خطوات المرأة في الحركة التجارية لتتعزز مكانتها كعنصر مؤثر ومساهم رئيس في المسيرة الوطنية بكافة مناحيها وفيما هنأ سموه مجلس الإدارة الجديد لجمعية سيدات الأعمال البحرينية فقد أشهد صاحب السمو الملكي بجهود الجمعية في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال برامجها المتنوعة وتفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية من جانبها أشادت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر في نهضة مملكة البحرين وتطورها على كافة المستويات وبما حققته البحرين في ظل رؤية سموه من إنجازات متعددة كانت ولتزال موضع تقدير المنظمات الدولية ونوهت بالمكانة المتميزة التي تبوأتها المرأة البحرينية على كافة الأصعدة سياسيا واختصاديا واجتماعيا وما تحظى به من تقدير ودعم مستمر من جانب الحكومة برئاسة سموه وأكدت أن منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجائزة الذهبية للاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات يأتي تقديرا لدور سموه في التنمية الاقتصادية والبشرية التي جعلت مملكة البحرين تتربع عاليا في مصاف الدول العربية والعالمية في جميع المجالات والإيمان سموه بتفعيل دور المرأة ومساندة قضاياها في خدمة المواطنين ترجمة نانسي قنقر